مرحبا أصدقائي في بوست نشرته قبل قليل قلت فيه بأننا شعوب مستعبدة وضعت في أقفاص بلا قضبان وعلى يد قناصين محترفين لديهم خبرة أمرها خمسة آلاف عام وقلت بأن المشكلة هنا تحديدا فنحن أو أنا مثلا حين أخرج من كهف المتقفصين أو الموضعين داخل هذا القفص اللاهوتي أو الديني أو العقائدي بما يسمح لنا بالخروج ورؤية حقائق وعوالم مختلفة كليا عما تعودنا عليه عند ذلك سوف نواجه صدمة كبيرة جدا والبعض مننا يعود إلى قفصه الأليف والذي يسمى حضرة الدين أو يسمى أحيانا الدفء الحضيرة بعضهم لا يكتشف بأن الأمر ليس كما صورة له أو ليس كما تعوده وآمنه وصدقه بالتالي يضطر إلى العودة ويحاول أن ينور الآخرين لما تعرف عليه وهذا ما يسمى بكهف الأفلاطون لكن المشكلة أن هؤلاء لن يتقبلوا ما تقول لأنهم الأفق الذهني أو القفص الذي أسس داخل عقلهم وهو قفص مفهومي متكون من مفاهيم ومداميك دهنية وأنساق وبرادايمات خاصة لا يستطيع الخروج منها المتدين أو الذي يعيش داخل هذا القفص وولده ونشأ عليه مثل واحد يتعود على طعام معين لا يستطيع تقبل أي طعام غريب عليه أو يتقبل شيء معين من الملابس يتقبل نوع معين من الألاقات مع الآخرين هذه كلها تشكل أقفاص أقفاص فرعية داخل القفص الكبير الذي نسميه أحيانا دين أو عقيدة أو نسميه عرف أو نسميه تقاليد أو نسميه ثقافات وتنوعات إنسانية طبيعية المشكلة الآن أن العالم أصبح مفتوحا على بعضه البعض ولم يعد بالإمكان أن يحافظ كل إنسان على تقاليده وعاداته يجب أن يتعقل مع ما يجري يعني هذه المشكلة لا تنحص بالعرب ولا بالمسلمين إنما تتعلق بجميع البشر الآن الكل حتى الذي يبتكرها هو الآن متورط فيها التطور وصل إلى مرحلة بيننا لا نستطيع أن نبقى داخل القفص الذي كنا نفضل البقاء فيه وعدم الخروج والتورط بقضايا لم تكن مألوفة بالنسبة لنا الآن التحديثات التي تجري على الموبايلات على المعارف المختلفة كثيرة جداً بعيد أكبر من طاقة إنسان على التصدي والرد يجب أن نتعقل مع هذا الواقع ولا لا نستطيع أن ننجح في هذا العالم على مجال التعليم على مجال التربية في مجال الصحة في مجال الألاقات مع الآخرين التجارة كل هاي المسائل تتطلب منك أن تخرج من القفص الديني الذي وللتفيه التقوقع والتقنفض داخل هذا القفص كان حلاً بدأ منذ أيام حسن البنة والخميني بوقت مبكر الثلاثينات بعد سقوط الخلافة الأثمانية والسلطنة الأثمانية هو اسمها صحيح سلطنة وليس خلافها تسميه عربياً تشرت فقط هذه منذ تلك اللحظة بدأنا نشعر بأن هناك عالم محيط بنا حداثة وغرب كافر وما إلى ذلك هذا كله جعلنا نشعر بأننا في حالة دفاع وأن الآخرين يقتحمون ديارنا ويحتلون أرضنا أحياناً ويسيطرون على ثرواتنا ما زالوا لحد الآن وهذا كلام صحيح لكن لماذا حدث هذا؟ لأننا رفضنا رفضنا التاقل مع العالم ولكن العالم كان أقوى منها بكثير لأن العالم كان منفتحاً ولديه استراتيجيات أكبر في التقبل المتغيرات والتأقلم معها والتكيف الإنسان أصلاً أو الكائن الحي عموماً نقطة قوة الرئيسية هي في التأقلم والتكيف مع المتغيرات وليس أن يتكيف مع اللامتغيرات الثوابت التي لديه الثوابت يجب أن تتأقلم مع المتغيرات وليس العكس نحن ماذا نريد أن نفعل؟ نحن نرفض المتغيرات نرفض الحداثة مثلاً وهي متغير ومتغير مستمر ومتواصل لا يتوقف ولو للحظة هذا الرفض هو يولدنا مشاكل كبيرة جداً يعني أنت الآن عندك ثوابت بس أنت كيف تتأقلم معها؟ الكائن الحي وليس بس البشر لا بد أن يتأقلم معه ما يجري حتى الميكروبيولوجيا يعني بعالم الميكروبيولوجيا يعني الفيروسات والبكتيريا تتأقلم معها حتى مع الأنتي باياتيك كثير منها تقاوم المتغيرات والتي لا تستطيع أن تقاوم المتغيرات مثلاً أنت الطباء الآن أو المختبرات أو الصيادلة يكتشفون أنت باياتك يعني مضادات حيوية قاتلة فالبكتيريا التي لا تتأقلم مع هذا المتغير ستنتهي وتنقرض وتظهر سلالة جديدة بالتالي من البكتيريا تعيش للمستقبل ماذا حصل مع هالبكتيريا؟ إنما تأقلمت مع المتغيرات الجديدة واستطاعت أن تبقى نحن في الوضع نفسه حالياً بغض نظر أنت تتحدث عن أنه هاي تقاليدنا وهي عاداتنا وهي مقدساتنا وهذا القفص الجميل الذي نحن عليه ونحن نقدسه ولا نسمح لأحد من نتعرض هذا كلام كله مفهوم لكنه لا يؤدي إلا إلى المزيد من الإصرار على ما كنا فيه الحل الوحيد هو أنت تعقلم ليس أمامك خيار آخر عندما تحجب النساعك مثلاً أنا ما عندي مشكلة مع الحجاب لكن هو فكرة بحد ذاته أنت الآن العالم والشعوب مختلطة مع بعضها كل شيء مكاشفة واضحة يعني لم تعد هناك إسرار كبيرة لا على مستوى الجسد البشري ولا على مستوى النفس ولا على مستوى الأفكار ولا على مستوى العقول ولا على مستوى التاريخ بدأ مكشوفاً يعني الآن عندما تعود إلى الفترة المحمدية الفترة العباسية الواضحة أنه كانت هناك مذابح كانت هناك استغلال للناس كان هناك فقر مدقع يعني كل الفضائح موجودة حتى بكبار الشخصيات بدءاً من الانبياء وانتهان بالحكام والملوك والفقهاء كلهم لديهم فضائحهم وكلهم كانوا ناس عاديين وارتكبوا ما ارتكبوا وفعلوا يعني لديهم الجيد والسيء لكن عموماً الآن الأمور تضحت بالكامل فتماك داعي بعد الآن تقول أنه يجب أن نحجب نساء يجب أن نصلي هكذا يجب أن نلتزم بالدين جميعاً بالطريقة كذا يجب أن نتبع هذه العقيدة يجب أن نعظم ملوكنا يجب أن نعثر على بطل قومي نسير خلفه أو إمام لديه كل الأجوبة هذه كلها انتهت ما عاد ممكن أن نبقى برعاية رعاية تحظى بالرعاية من رائع كبير أو ولي أمر يعطف علينا ويوفر لنا كل ما نريد مثلاً نريد أن نتزوج فرضاً أو نقوم بفعل مثلاً نأكل في فترة معينة متى نتسحر متى ننصلي متى نتحدث مع الجيران وإذا كان الجار من طبقة كذا أو من دين مختلف أو مثلاً مختلف ماذا نفعل نحن ما زلنا معنا معاني ما زلنا في طور الرعاية في طور نحن في الوصاية يعني تحت الانتداب بالمعنى الاستعماري فيام الانتداب نحن شعوب منتدبة وموظفة أو مخصصة لرعاية رائع اسمه رجل دين رجل دين هو كل شيء يتحكم بكل أمر من أمورنا وما علينا إلا أن نعيش في عقل مستقيل بتعبير جورج طرابيش وأيضاً الجابري فنحن ما زلنا نعيش في العقل المستقيل مشكلة هذا العقل المستقيل لا يريد أن يعمل أو يشتغل بل أنه فقد القدرة على العمل والاشتغال هذه المشكلة الكبيرة بالتالي نحن تعودنا على العالم القفص فأي شخص سأتي من أمثالي مثلاً ويقول يابا أنه الآن هذه المشكلة يجب أن نواجهها بالتأكيد سأعرضوك ويتصدون لك بشكل حاد أو بشكل يتهموك مثلاً أنت عميل للخارج هذا العالم الذي تحدثنا عنه هو هذا يريد أن ينتهك عراضنا ومقدساتنا بالحقيقة والآن هذا العالم الخارجي هو اللي بسبب التصادم معه هو الذي أدى بنا إلى اختراع عديان ومذاهب وأدى بنا أن نصل إلى هذه المرحلة لكن الآن في هذا العصر الأمر اختلف الآن كلما أنت ازددت تقارباً وتداخلاً مع العالم وتفهماً لما يجري وتأقلماً معه كلما ازدادت مكانتك داخله سابقاً كان الأمر كذلك وهذه المشكلة الذين يعيشونها في القفص حالياً هذه المشكلة يعتقدون أن هذا القفص هو الحل الأخير هو فعلاً كان الحل الأخير في زمن مضى لكن هذا الأمر اختلف تماماً وهذه المشكلة تعاني منها البشرية بالكامل بصراحة يعني يجب أن نفهم الموضوع يعني هي ليس مسألة أن هذا دين وهذا ثقافة خاصة بنا خصوصيات بتعبير كلمة خصوصيات أو أصالة وما إلى ذلك هذه كلها لم تعد تجدي هي محترمة لكن مشكلة الشعوب بأكملة الآن هي هذه أنه الحواجز فيما بينهم والحدود بدأت ترتفع يعني أصبحت شفافة جداً وكل شيء بات مفهوماً لأن الإشكاليات الآن ليست إشكاليات أنه هنا جماعة وشعوب تتصارع مع شعوب أخرى بل حتى فكرة الحدوث فيما بين البشر الآن أصبحت نوعاً ما مخترقة يعني الآن شعوب تقريباً تلاتين أربعين شعب في أوروبا لا توجد حدوث فيما بينهم يعني أنا مثلاً في هولندا أروح لأي أخذ سيارتي أروح لسو أروح للبولندا يعني على مسابة ألفين كيلومتر أروح إلى الشيك قبل سنة رأيت الشيك بسيارتي 8 ساعات ورأيت ورجعت بسيارتي يعني مرة واحدة وأكو ناس توصلوا تروح التركي يعني من هولندا تقريباً يظلون يومين بالطريق ولا تشعر بأن هناك حدود ولا كلها أماكن مفتوحة هكذا حتى الفضاء الرقمي مثلاً الآن الميديا كلها مفتوحة مع بعضها هذه كيف تواجهها؟ بالمزيد من التقنفذ والتقفص أو البقاء في داخل هذه الحضيرة الدينية التي يفرضها علينا جميع جميع رجال الدين ورجال السياسة المتحارفين معهم هذا أمر لا يمكن بعد ذلك أن يستمر علينا أن نتفهم هذا فهو إلا فسنعاني كما والحال حالياً عليه وأن وضع إنسان في قفص مثلاً أو في حضيرة الدين هي دائماً ليست بالعملية السهلة ويجب أن نشهد أن رجال الدين ورجال العقائد يبدلون جهداً كبيراً جداً من أجل إقناع أو من أجل ترويض وتسجين الإنسان قدماً مجرد ولادته وحتى نشؤه وفي فترة مراهقته بعد أن يرغموه على الخضوع داخل هذا القفص ويجعلونه ويشعر بالحاجة دائماً لأن يتعلم من الآخرين ماذا يفعل في هذه الحالة في تلك الحالة كيف يذهب حتى للحمام كيف هذه الأشياء الأساسية هي أساسية يجب أن يتعلمها لكنه بعد ذلك تصل إلى مرحلة أنه يؤثثون دماغه وعقله ويعجنوه بالطريقة التي يريدونها هذا العجين كان سابقاً يلغي شخصية الإنسان وكان الهدف غير ممكن تجاوزه لا بد أن الجماعة تتوحد فيما بينها ويجب أن تكون هناك درجة من إثار فيما بينهم لصالح الجماعة كانت الأهمية الأولوية للجماعة ولبقائها ولنجاحها في التصدي لكل محاولات الآخرين للإعتداء عليها أو استغلالها هذا كان مسألة أساسية وإلا لن يستطيع أي إنسان البقاء على قيد الحياة سيلتهمه الآخرون وهذا العملية جرت فعلاً يعني الضعيف كان يسقط ويندرج ضمن الآخرين ويعني الطائح رايح نسميه بالعراق كما يقول بالمثل الشعبي طائح رايح في ذلك الزمان ويبدو لحد الآن أدنى بالعراق هو هذا المبدأ السائب الطائح رايح يعني أنت الطائح انتهيت يعني تم ابتلاعك المشكلة ويني؟ المشكلة أنه الآن في هذا الزمن تريد ترجع بالعكس إلى الماضي البقيد لكي تتخلص منها هذا حل سادة طفولي بصراحة يعني مثل الطفل اللي طلع شاف العالم ورجع المهزوم إلى بيته وإلى غرفته الصغيرة وإلى حيزة أو يعني كونفر زون مالتا فهذا الكل رجع لها وبقى فيها بعدين يجب أن تأتي اللحظة التي تندمج مع العالم لأنك تحتاج العالم هذا في كل شيء وهذا معروف المسألة العالم الآن يوفر لك شيء لأن عندك فلوس عندك أشياء تتبعها تأخذ من ثروات الأرض التي تحتك وتعطيها لهم يأتون يستثمرون في أرضك ويعملون ويتحكمون بأموالك وثرواتك وقدما ينفذ كل شيء بعد ذلك ستجد أن حالك في أسوأ حال هذا الأمر الذي يجب أن يفهمه جميع الإنسان هي هذه مشكلة عندما يتعود على هذا القفص الذهني أو حضيرة الدين بالتسمية الدينية يتحول هذا القفص إلى جنة بالنسبة لي ويصير هذا يعني لا يستطيع الحياة خارجه وبهذه العملية تتم عن طريق الطقوس المتكررة اليومية التي يفرضها رجال الدين على الناس هذه الطقوس معناها ما معناها؟ لا معناها لها بحديثات مثل الصيام ويتحدثون عن فواد الصيام الصحي وما لها علاقة هذه المسألة وحتى الحاج والأدعية والصلاوات التراويح وغيرها هذه كلها هي هدفها حتى صلاة الجمعة هي كلها هدفها تكويل الجماعة وزيادة الترابط البشري فيما بينهم لصالح الجماعة ككل هذا التكرار يعطي نوع من الهوية يسمونها يعني وهي كلمة أنا ما أحد بكلمة الهوية تعطي هوية لهذا الإنسان ويشعر بأهميته يشعر بأنه جزء من الجماعة وأنه له دور ويحاول أن يكسب ودهم ويؤكد أنه أضوء صالح في هذه الجماعة ويقوم بالواجب عليه مهما كانت الظروف وهذا اللي أشوفه بالتعليقات أنا أشوف كثيرا عندما أقول رأي معين غريب على الخطاب الساد أو الدين الساد رأساً تشوف احتجاجات عليه ويبدأ يعدد الأسباب والبعض يسب ويشتم والهدف هو بعضهم لا يفقهون شيئا وبعضهم يعني يعتم نوع من الدربة والمهارة والعمق لكنهم في الحقيقة هم يحاولون أن يستعرضون أمام الآخرين هو عندما يردك هو بالحقيقة ماذا يفعل يستخدم مصطلح الولاء والبراء هو يحاول أن يثبت أمام نفسه وأمام الآخرين بأنه هو وفي لجماعته ولي يعني موالي لهم ومخلص ويدافع عنهم بكل طريقة الهدف هنا ليس الحقيقة ولا المعرفة ولا العلم الهدف هو الإبقاء على الآصرة التي تجمعه مع الآخرين ضمن جماعته وضد الآخرين فضد جماعاته الأخرى المنافسة فهو ما زال ضمن هذا القفص القطيعي الذي ولد ونشأ فيه أو جرت عملية عملية غسل دماغي له منذ وقت مبكر من حياته وعلى يد رجال دين مهرة ومحترفين كما قلت هؤلاء هم خبرة على مدى خمسة آلاف عام لا يمنكها أي شخص آخر حتى الرجال السياسي لا يستطيعون واخريجي أعرق الجامعات لا يستطيعون منافسهم في هذا الأمر لأنهما بالسليقة أصبحوا يتعلمون طريقة السيطرة على الآخرين هذا الأمر هو اللي يخلي الآن خلينا نكتشف بأنه لماذا الرجال الديني الآن كما قلت كل شيء أصبح واضح يعني الفضائح الصحابة فيما بينهم الذين قتلوا بعضهم وبعض كل الملحدين ما شاء الله ما خلوا شيء ما انتقدوه أو كشفوه يعني القلايا للعلاقة بالرسول وغزواته وعلاقاته بالنساء وسب النساء والتسري به والجوار التي لا لديه ويعني كل قضايا التي تعتبر الآن وفقا للمعايير الأخلاقية المعاصرة أمور معيبة لكنها كانت في ذلك الزمان أمور ربما تستحق الفخر كما يقول أنه كان يدور على نسائه بغسل واحد وأنه كان عدد تسعة ودعش فهذا كان عندما يورد كاتب السيرة يورد من باب الفخر والاعتزار فهذا الذي يسوي إحراج لهذا مع هذا كل هذه القضايا التي جرى الكشف عنها والتوضيح ما أدى إلى أن يتراجع المؤمن عن دينه بالعكس نلاعظ هناك نزيد من التعصب نزيد من الإصرار على الانتماء للجماعة الدينية وهذا مرد كما قلت أنه عندما تعيش داخل هذا القفص الذهني الديني منذ ولادتك وبإشراف ناس خبراء من هذا النوع أنت المسألة لم تعد بالنسبة لك مسألة صدق ومسألة عقلانية ومسألة أدلة وبراهين هاي كلها الأدلة والبراهين وأن الله هو الذي خلق هذا الكون وخلق الإنسان من طين والحواء وهذه القصص كلها بروفاقاندا كلها هدف واحد أنه أنت تنضوي ضمن جماعة معينة ضمن بالطريقة التقسية كذا وتمارس الطقوس هذه نفس التي تتكرر والهدف يعني عادة إنتاج الجماعة بتعبير دوركايم كلها كلها هدف عادة إنتاج الجماعة وترسين الأواصر فيما بينهم هاي القضية كلها كل هاي الفقوس والقصص إن الله هو الذي خلق كلك شيء وهو الذي كذا وأنه العقل موجود وأنه رحيم بالعكس الله كان رحيم هو الإنسان ما يهتاج إلى رحيم هو يهتاج إلى رحيم به باعتباره عضو بواحد من عبيده والخاضئين له لكنه لا يريد إلا إلها شرسا قاسيا مدمرا تجدون هذا كلام في الأدعية اللهم يتم نسائهم أيهم اللهم شتت شملهم أيهم خرب وحتى شبناها عندما حدثت مصائب لداء في العالم في بلد الشعوب الأخرى خاصة العالم الغربي عندما انتشرت حتى الوقت قريب قبل كم سنة عندما انتشرت فيروس كورونا أول ما كان أول فترة في إيطاليا ودول أخرى بدأوا ويطلعوا وقالوا شوف الله صلت عليهم هذا الفيروس والصين أيضا ببداية فكان ما وصل مناطقنا بعد ما وصل لمناطقنا تناسو الأمر هذا يفسر أنه الناس المؤمنين هم مألتوا ولاتوا هم الحقيقة وهذا يفسر أيضا لماذا الملحدين يضيعون وقتهم في هذه المسألة هذه المسألة ليست أنه هذا الدين هو غلط يعني أنا شوف أنك الناس مخصصين قناة قنوات كاملة ومشهورين ومعروفين صال لعشر سنين يحيش أربع عشر ساعة هذا الدين شوف ويبدأ عدد ونعرفوا هذه المسألة كلها يعني أنا قالها كان أمر سبعة سنة كل هاي اللي يتحدثون عنها والتراقلات والأشياء التي فيها أو المثالب التي على الدين هي كلها أنا أعرفها كلها وهم دايخين بس يتثبتون بأن الدين غلط هو غلط وإذا غلط فين مشكلة فهو أصلا ما في شيء اسمه صح يعني لا يوجوز شيء اسمه صحيح ولا حتى دين صحيح هي أسطور أيضا هو الشيء الصحيح هو أنه جماعة متآلفين مع بعضنا مثل فريق كرة قدم فريق كرة قدم يريد أن تصر على الجميع كلما ازدادت قوتنا وتعاوننا مع بعضنا وتفانينا في محبة بعضنا والتضحية من أجل بعضنا والتصدي للآخرين كلما أفجنا بغضنا ورعا ما نفعل ربما ندخل الكرة بأيدينا للهدف المقابل كما فعل مارادونا مهم لأقل لك وقال مارادونا هي يد الرب إنها لم تكن يدي إنما يد الرب هي دخلتها والحكم التونسي سجلها هدف فهي هكذا يعني لا توجد هاي الأخلاقيات الأخلاق نفس وجدت لكي تبرر للدين هو سلاح من الأسلحة التي يمارسها الدين وكثيرا ما ذكرتها المساعد على كل حال حتى تختم واحد من الأصدقاء أو المشاركين في القناة أو المعلقين ما أعرف هل هو مشترك في القناة أو لا قال لو كان الدين هو الحاكم الفعلي لشعوبنا لكنا أعظم الأمم كما كنا سابقا في الأندلس و بغداد ولكن للأسف الشعوب وقعت بين فكي وحش الفساد هذا هو تعبير ربما حتى تشوفون كلامه راح أسوي الشير لحظة لو كان الدين هو الحاكم الفعلي لشعوبنا لكن أعظم الأمم كما كنا سابقا في الأندلس و بغداد ولكن للأسف هو متأسف على هذه المسألة الشعوب وقعت بين فكي وحش الفساد الحكم العسكري المستبد أو الحكم العلماني العمى التابع لغيره السؤال الذي لا يريد أن يجيب عليها أي علماني أو علماني معادي للدين أو قيم مجتمعاتنا أو تقاليدنا الجميلة وبالتعبير الجميلة شفت كما قلت لكم الذي يعيش في القفص هذا الديني الذي ولد ونشأ عليه يبدأ بالبداية يعاني منه ويحاول أن يعرف كل قوانين ويدفع ثمن باهظ يعني فراغ هي ثمن ضريبة يدفعها المتدين لصالح الدين الذي نشأ عليه وهو يسميه تقاليدا جميلة وهذا السبب يبدأ يزوق هذا القفص ويبدأ يجمله ويراهه جميل لأنه ما عندك هالآخر غير أن يبقى داخل القفص لكي تمارس حياتك وإلا أن لا يؤقل أنه أنت يوميا تقول هذا أنا ما أقبل البعض كهرون لكن نسبة قليلة نسبة خسائر موجودة رجال الدين يقبلون هذه نسبة خسائر لكي أكون ناس ما يتحمل مش مشكلة المهم الجماعة القافلة تستمر فهو بعد ذلك هذا الرجل ماذا يقول تقاليدنا الجميلة معادين لتقاليدنا الجميلة بنظرة هو جميلة طبعا لأنه مسألة نسبية هو لماذا يحارب الغرب أي تجربة للإسلام السياسي ويسعى بكل الطرق لإفشالها فهو يقول الغرب هو يحارب أي تجربة للإسلام السياسي هو بالإسلام السياسي عيدا من الذي يدعمه الإسلام السياسي تجده في الإرهابيين أوتات الإرهابيين كانوا في لندن وما زالوا لحدنا أوتات الإرهابيين المسلمين في لندن هؤلاء هؤلاء بالعكس بيادق وملفات موجودة داخل خزائن السياسيين الغربيين يستعملوها متى ما يحتاجون الآن معارضين للسعودية موجودين في لندن معارضين للكويت في لندن معارضين للإراب للإيران كلهم موجودين بيادق وأوراق موجودة لإجراء استثمار سابقا الجماعة أعتى أعتى الإرهابيين الدوائش هم كانوا في القاعدة أيضا هم موجودين في لندن وكذلك موجودين في الدول أخرى هؤلاء كلهم بالعكس هؤلاء أدوات قوية جدا للاستثمار هو على كل بس هو مهم من رجل هو يقول أنه الإسلام السياسي هو الغرب يحاربه الغرب يحارب الداعش مثلا أو القاعدة عدم تضربه لكنه لا يحاربها عدم تفعل الأفائل داخل شعوبها مثل ما فعل الطالبان مثل ما يفعل إيران بشعوبها مثل ما يتفعل الآن الحكومة الطائفية السلطة الطائفية في العراق قولك افعل ما تشاء بسوريا مثلا بعض 20 ألف في لبنان اذبحوا بعضكم لكن لا تصل إليه ما لألاقة بك فهو يحارب الغرب أي تجربة بالعكس ويدعمها هو يضربها فقط عندما تأتي إليه فهو بالعكس لا يسعى بكل الطرق لإفشالها بالعكس يسعى لا استمرارها وإلا هو يستطيع الآن هو الثروات شعوب يأكمل تحت يده بل إن ثرواتنا لا قيمة لها بدون الدولار وبدون اليورو لأن العملات هذه عالمية هم مجلس يقطعون هذه الدولار واليورو وانتهي المضاء كل شيء في أيديهم الآن يعني نحن مستعمرين مو على الأرض مستعمرين شعوب مستعمرة داخليا من قبل رجال الدين أو الدين نفسه وخارجيا من قبل القوى الكبرى نحن لا نستطيع أن نفعل أي شيء فبالطالي هذا الرجل يعني عايش في ذهنية القفص أو جرت تخفيص عليه لأحد قاتل أقول إن كان الإسلام وصدر تخلفنا وحبسنا في أقفاص كما تدعي أنا الذي أدعي فلماذا يحارب بشتى الوسائل هو افترض أن هناك حرب هو طبعا الدين عادة أي دين أو أي عقدة لا تستطيع أن تثبت أو تبرر وجودها إلا بوجود عداء فهو العدو بالنسبة وهذا يؤكد أن الدين في جوهر مصدر يوفر جانب حاجة الإنسان للعدوان وللعنف فهو بالنسبة للدين هو صنو الحرب صنو العنف صنو التصدي للآخرين صنو الخلاف مع الآخرين فهو بالنسبة للآخر دائما عدو مسألة محسومة لا وجود لمساحة لمعنى وفكرة ولمضمون السلام داخل الدين لن تجد أي دعوة للصلح ومعنى المسالم للآخرين هذه غير موجودة لديك لدى خاصة شعوبنا وأدياننا التوحيدية خاصة يعني موجودة شذرات عند البودية لأن البودية توجهها مختلف داخل الإنسان عموما هي هذه قضية مهمة يجب أن نتبه الرجل ماذا يقول أيضا وبعد ذلك يبدأ يستشهد أن أول آية من الوحي هي اقرأ وهذه وحدها تعطيك الجواب كافية لطروحتك وقوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون طبعا هذه استشهادات كلها يستنقي يعني يستنقي أو يستنقي بالعراقي أو ينتقي ما يشاء من هذه الآيات ولا هو النص موجود النص هناك فرق بين النص وبين القراءة النص موجود لكن النص لا يمكن أن يكون له معنى بدون قراءة هناك مسافة بين النص وبين القراءة وأن النص يعني هاته أوليا هيرمانوتك يقول أنه الفهم له آلية النص لا يمكن أن تفهم النص إلا من آلياتك الخاصة آليات الفهم المتوفرة أديك فبالتالي أنت تسقط على النص الذي تقرأه ما تفهمه وهذه الفهم إلى علاقة بثقافتك إلى علاقة بالمجتمع إلى علاقة بالتجربتك إلى علاقة بالجغرافية التي أنت فيها بالزمن الذي أنت فيه مسألة سوسيولوجية مسألة يعني معاقدة جدا فأنت لن تقرأ النص كما هو ولا يمكن لا يمكن لأي إنسان على الإطلاق أن يقرأ أي نص كما هو فبالتالي أدام ينتقي ما يشاء هو ينتقي الخطاب الذي يريده والذي يسميه هو تجربة الإسلام السياسي هو إذن هذا رجل لا علاقة له بالدين له علاقة بالسياسة أنه يستعمل الإسلام والدين كسلاح والإسلام يأكمل يتحول إلى السلاح يعني يأخذ من الدين فقط الجانب السياسي هو سما الإسلام السياسي أما تجربة الإسلام الضخمة التراث الإسلام مليان مئات المذاهب ومئات الفرق ومئات التوجهات الصوفية على أشكال مختلفة وفكرية أيضا لهوتية مؤتزلة كيارات لا أول لها ولا آخر هو يأخذ بس الجانب السياسي ويفتر بعد ذلك أنه الدين هو لو كان الحاكم الفئلي لكنه أعظم الأمم أنا قتله قتله عزيزي كما ترون كنا سابقا أمبراطورية عظيمة نسبة المسلمين فيها لا تتعدى عشرة بالمئة وكان الدين المؤسساتي في ذلك الزمان في طور النشوء لم يكن هناك الدين كما نعرفه الآن الإسلام كان الإسلام بسيط بالأحد النبوي والأموي أفكار بسيطة وموجودة النصوص لكن مجرد ممحكات بسيطة لاحقوا إلى الله كما طلعوا الخوارج حقيقة شألة الفتير وبعد ذلك بدأ بدأ الغليان مع الآخرين لأنه كان هنا طبقة الحاكمة من نصف قريش وهؤلهم أصبحوا العرب أو سموا العرب أو حسبوا على العرب وكل الشعوب الأخرى الموجودة كانت هي الشعوب من المنطقة الشعوب الموجودة يعني ورحوا ولا اختفوا يعني يعني التصور الموجود لدينا أن هناك جيوش فتحت هذه المناطق وأنه الشعوب التي كانت موجودة في ذلك الزمان ذابت ومن بقي من هذه الشعوب هؤلاء الذين أتوا من الجيوش التي انطلقت من يثرب تحت بأمر من أبو بكر وعمر وبعد ذلك الدولة الأموية وله هذا الكلام غير صحي يعني نسبة بسيطة من منأتهم من العرب الأرى قد تم استرجاعها أو احتلالها أو غزوة من قبل يعني نسبة كبيرة المسيحية هم القبائل العربية ثلاثة أرباحة كانت مسيحية بالعكس الإسلام عندما المسلمين عندما دخلوا كانوا يرفضون الدخول للإسلام حتى الرسول قدما كان يبعث يبعث غزوات يقول لا تدعوهم للإسلام لا تجبروهم على الإسلام مش ضروري بالنسبة للولاء الطاعة بالقرآن مليان الطاعة الله هو رسول وما يهم الإسلام حتى يقول لك ولم يدخل الإسلام في قلوبكم لأنه يعرف ويدخلوا في دين الله أفواجا يعني هو مش قضية إنه أنت تؤمن بالدين المهم ενت تخضع لهذا الدين وهو ما هو هذا الدين هو الحكم يعني المهلم يمعاني كلمة الدين هي الحكم Wikipedia هذا الرجل الإسلام السياسي قادة الإسلام السياسي من أيام حسن البنة تحول حتى حسن البنة ماذا يقول ما العلاقة بالإسلام الحضاري ولا العلاقة بالإسلام التقافي إلا علاقة بالإسلام بالمعنى السياسي يريد الجانب السياسي في الإسلام ويستقدمه لكي يصل إلى السلقة وهذا بالفعل الأخوان المسلمين لحد الآن التي تتجدهم يلبسون الملابس الحديثة والطخم كامل طخم غربي كامل ولا يرتدون الجلابيب والعبي الديني حتى مظلهم مش ديني أجوا الخمينة أيضا نفس الشيء بس الخمينة بقى لابس اللبس المباني لابس اللبس الإحتوار أو المرشد الأعلى الذي هو يصل إلى مرتبة الإله أو مرتبة الإمام الذي يعلو على النبوة أو هو إلى درجة أعلى من النبوة في مجال معين فبقية كلهم تجد شاهد الحكام في المسؤولين الكبار في إيران لأنهم بتأتيهم من فكرة حسن بنها نفسهم يعني أثنين هم طلعوا نفس الفترة وتتلمدوا على الفكرة نفسها فعلى هذا الرجل يجي يتحدث أنه إحنا الدين لو كان هو الحاكم الفعلي كان كنا أعظام الأمم هذا كلام غير صحيح وغير دقيق لا يجوز أن نتحدث فهم مغلوط لكل ما لا يدري ماذا يحجر هو بجرد يقول لك أنه على فكرة القطبية نرجع لهذا الزمن الجاهلي والآن أنه إحنا المؤمنين جماعة المؤمنين والمصلين إحنا نرجع للإسلام الأول القد الأصلي ونالك إسلام أصلي مفهول ما هو هذا إسلام الأصلي لا تعرف أين يعني هم الصحابة بيان الرسول بعد وفاة بليلة وفاة هم تقاتلوا فيما بينهم وتذابعهم حتى قبل وفاة بسنة السنة الأخيرة من حياة الرسول كانت سنة مضربة جدا بحيث حتى راح يفكي ولحقت عائشة قصة معروفة كان يبكي وكان يعني كأنه ما يريد ينهي حياته أو يريد وصل إلى حد من التعب والإرهاق يبدو عشر سنوات من الغزوات المستمرة طبعا أي جهد هائل هذا فالسنة الأخيرة وحتى محاولة الاختيالة المعروفة بالعقبة وجرت تستر عليها طبعا بكتمان شديد وحتى إرسال سامة بن زيد الشاب العمره 19 سنة ومع كبار الصحابة إلى غزوة غزوة الروم لغزوة الروم غزوة تبوك تطلق مو تبوك مؤتة مؤتة والله راح تنبالي المهم كان نوعا من أنه إخراج القوة الكبرى التي كانت محيطة به يعني كبار الصحابة لأن كان يخشى من أدهم هذا يعني عموما مش موضوعنا هو ولكن هي أنه الإشكالات موجودة هذا الإسلام الذي يتحدث عنه ما موجود حتى بزمين الرسول هذا الإسلام الذي يتحدث عنه القطبيين والإخوانيين والولائيين والحزب اللهيين يعني يعني هذول الذين يرفعون الشعار الإله ما موجود الدين ما كان هو الحاكم السعود كما يقول هذا الرجل ما كان كان بالعكس بغداد لم تنهو لم تتأسس بغداد إلا بأتبارها مدينة للتنوع الشديد يعني بغداد الخطيب البغداد يقروها أكو حوليات أيضا وتجد حارات يعني مثلا معروف الكرخ لحد الآن مقابر المسيحيين موجودة من أيام حتى الآن زرتها سوات مرة فيلم وطائقي يعني تبقى هذه حارة المندائيين الصابع هذه حارة المسيحيين هذه حارة اليهود هذه حارة المزكيين دولة المانوين موجودة هذه دولة الفرس مثلا الخراسانيين حتى هنود يعني خلطة تعجبك بها من كل شيء والمسلمين فيها نسبة المسلمين في بغداد لحد القرن التاسع عشر لحد 1920 هاي السنة 1940 نسبة المسلمين في بغداد هو أقل من نصف بأيام الدولة العباسية يعني أيام المنصور وبعد ذلك هارون رشيد وإلى المتوكل وحتى نهاية يعني قرن الخامس الهجري كانت نسبة المسلمين ما يجاوز 20-30% لماذا؟ لأنه ما يردون المسلمين وقال كان داسير مسلم ما يتراح يدفع للجزية ولا يدفع أنا أريد أنا أريد جزية ما زاد حنون في الإسلام خردالة أنا أريد بالعكس عندما تكون مسلم لا تضرني أنا أريد منك جزية لأنه فكرة أنه تأخذ هاي البلدان وتضم هاي البلدان والشعوب إلى صلوطك عندما تأخذ مثلا بلدة كاملة هي والأراضي والفلاحة فتأخذ الخراج مالته تأخذ المورد وإلك نسبة ربع حتى مشهورة من بعد رسالة عمر بن العاص قال يعني كان أنتم مجاعف لأثرب قال أنت ما يهمنا مصر تجيب الغذاء ومصر خلي موتون جوه مش مشكلة ما ذكر الكلام بالضبط فهو كان يهمهم فقط جمع الأموال والثروات والنساء والمتع ما لا علاقة الدين هو بأكمل وموجود هذا الرجل يتحدث أنه كان الدين بالعكس يعني هو الدين يعني كان الدين في بداياته يعني في نشأته بأمر من المنصور كلفه شي اسمه بن إسحاق بكتابة السيرة النبوية وقال اكتب ليها جاب ليها كتاب ضخم جدا قال اختصرا وبعد ذلك حتى هذا المختصر اجه سيرة بن هشام لخص وبدوا مجموعة من المثقفين او المطلعين او نخبة ذلك الزمان بدوا يأسسون للدين ويضعون له قواعد واركان وبدعوا شكل ابتكر الابو حنيفة الفقه وكان هو تاجر في الكوفة بعد ذلك الاعلاقة بعد ذلك اتقل في بغداد تاجر من التجار الكبار ابتكر الفقه والفقه هو الاعلاقة يعني الفكرة الرومانية وكان هنا القانون الروماني مشهور جستنيان خاصة جستنيان كان حاضر يعني لأنه قبل العباسيين تقريبا 150 سنة فكان مؤثر جدا ويجد العمل في زمن العباسيين وما زال هو حتى القانون الدولي الآن القوانين الموجودة الآن هو قائمة على أساس قانون جستنيان اللي هو امبراطوري بيزنطي قرن السادس الميلادي اللي هو يعني ظهر من زمن ولادة الرسول حسب المرويات على كل حال فالتدين هو عندما تمكن تراجعت هذه الشعوب كلها الدمرة كانت تنوأ كبير جدا بالعكس يعني يطلع واحد مثل رازي يقول شو للأنبياء الفلاسفة أهم للأنبياء ويطلع لك ابن راوندي ويطلع لك اسماء كبيرة جدا ويتحدثون بحرية وبشكل لا يوصف في صراحته ولم يتعرضوا لأي مشكلة بالعكس الآن ما نقدر نتحدث بالطريقة التي كان يتحدث بها الكبار الكتاب والمفكرين في ذلك الزمان وإقرأ القصائب يعني يتحدث لك عن ملاهي بغداد وخاناتها أين الدين الذي يتحدث عنه هذا الشخص أين هو الهدف بالنسبة له هدف أنه هذا القفص الديني حلو وجميل بتعريفه هذا التقاليد وهذا القفص الديني مالتنا جميل وهنا لك المشكلة فقط هنا وقعنا بفك وحش الفساد كما ترون بالسطر الأول وأنه هذا السؤال الذي لا يريد أن يجيب عليه علماني المحادي للدين لماذا يحارب الغرب أي تجربة الإسلام السياسي يعني هذا علماني لا يريد أن يجيب عليه فأنت يجيب يلا أجب علينا أثبت لي أن الغرب يحارب الإسلام السياسي بالعكس هو أكثر شيء وين هناك علماني وعندنا علمانية ثم حتى هناك علمانية أي نوع من علمانية مليون نوع من علمانية يعني علمانيات أشكال وحتى إسلاميات أشكال مختلفة فهو يتحدث عن شيء في ذهن اسم الإسلام وهذا الإسلام موجود يعني سطورة كاملة بناها داخل هذا القفص الذي يعيش فيه على كل حال من أخذ تعليق أخير وأخذ يقول فيروس الدين يحبس عقل المؤمن فيروس الدين يحبس عقل المؤمن بقفص الإيمان وقد يكون فروت روح المريض بالفيروس أهوى عليه من خروج عقليته من قفص الدين إذا كان الأمر هكذا يقول يوزر ما أعرف الإسم إذا كان الأمر هكذا إذن لا فرق بين المتدينين وبين الملحدين والتنورين كما وصفتهم فكلهما قد وضع بقفص فلماذا المتدينين فقط هم بالأقفاص صحيح هذا السؤال مهم على كل الناس لا يمكن أن يولد الإنسان خارج القفص لا يوجد إنسان منذ أيام الهيوم إلى اليوم يولد خارج القفص ولا يموت يعني فإحنا القفص العائلة قفص الأسرة قفص الأب والأم قفص الجماعة قفص العشيرة فأنت لابد أن تولد داخل القفص إنسان لا يولد في الفضاء يعني في حيز مفرغ من الهواء ومن التفاؤلات مع الآخرين إنسان جزء من الطبيعة هو ابن الطبيعة وليد الطبيعة فبالتالي هو موجود في قا حتى الطبيعة نفسه يقفص يعني الآن هذا غلاف الجو دائما نولد داخل الأخفاص ومحكمين بأن الآن الهواء الذي نحتاجه لا نستطيع الحياة بدون هواء يعني قطع عنك ثوان تموت فبالتالي نحن جزء من هذا الكون مولودين في قفص لكن قضية وين قضية بأنه أنت تشعر بوجود القفص لا أن تصدق بأن هذا القفص جميل وعظيم ولا يمكن تبديله لماذا لأنه لم تبدله أو لم تراجع ما أنت عليه لن تستطيع الاستمرار هي مسألة الهلاقة بالبقاء الهلاقة بالتأقلم الهلاقة بالنجاح هو هي ولا هي قصة فكرة النجاح فكرة من جماعة التنمية البشرية لكن لا بأس فأنت لا بد أن تتأقلم مبدأ الحياة الأساسي ووجود الإنسان بك من قائم على التأقلم إن لم تتأقلم سيسحقك الجميع فهو يقول قتلة جاوبت قتلة أتذكر جاوبت أتذكر قتلة ربما قتلة إذن المتدينين والمحدين والمتنورين كلهم أيضا أجمقفاص لكن الفرق وين الفرق أنه المتدين لا يريد أن يخرج من القفص بل ربما فقد قدرته على الخروج من القفص هنا المشكلة الخطيرة أنا ذكر جاوبت هذا جواب قتلة لأنه هؤلاء أيضا مثلا ملحد أنا عرف واحد ملحد كان مؤمن سلفي درجة أولى مصري يطلع ما أريد أقول اسمه ملحد سلفي الآن أصبح ملحد سلفي يعني انتقل من مؤمن سلفي عرم رم إلى ملحد سلفي يعني لسانه طويل جدا مثل الشرط الشرطة من يقعد يقعد بباب مركز الشرطة يعني لا يستطيع الخروج بعيدا المشكلة هو أنه تم تأسيس دهنة يعني داخل هو رأسه أو عنساقة الفكرية بيكملها تأمل على أساس الذي نشع عليه وهو أساس دين فبالتالي عندما يخرج من الدين بسبب ما ربما احساس بالقهر احساس بأنه خسر حياته في قضايا لا قيمة لها ولا معنى وكثيرون هكذا فعلا لأن الدين قاهس جدا يسحق الإنسان تماما يحول كائن مسخ لا يعرف نفسه بل يحتقر نفسه وهذا العملية يعني لأنه الذات أقوى تبقى النفس أقوى من أي شيء مهما كان الدين قوي مهما كان غسيل دماء قوي لكن ذات الإنسان أقوى لأنه الإنسان يريد حاجات الأساسية الإنسان طبيعته لابد أن يكون حور فصعب الدين قاسي عنيف مدمر يسحق الإنسان ويسحق كرامته ويجعله يوصل إلى حقي اللهم أعود بك من نفسي نفسي الأمار السؤال العبد الحقير الدليل القبيح كذا يعني يبدأ يحقر ويقل من قيمة نفسه أمام كل شيء وحتى يوصل إلى حد يضحب نفسه فهذا الدين قاسي يعني في ناس روح كبيرة فالتالي عندما تطلع ملحد أنت تصير بالعكس تبقى متدين لكن يعني بالعكس فقط أنه مجرد غير الأقطاب لكنك ما زلت واقعا في مدار الدين في هذا يبقى للرجل هو يعتبر أنه يعتقد بأنه عندما يقول لي هذا الشيء أنه راح يقول لي أنه أنه يعني هذا ما كفرق كلهم عايشين في أقفاص هو يعتقد بأنه هكذا لكن هي قضية مو هيت قضية أنه فكرة أنه الأقفاص لا نحتاج ها بعد الآن نحتاج ها لفترة مؤكدة نحتاج ها لكي نخرج مثلا أنا الآن مؤمن مثلا بأنه بالليبرالية فرضا أو مؤمن بالعلمانية الليبرالية أو مؤمن بالحريات بشعة الحريات والانفتاع وما على ذلك لكن بعد فترة أغير الآن أعيش في هذا القفص أفتهم لكن أحاول دائما أن أخرج عليها أو لا أسمح لأن أؤطر لأي سبب هذه المسألة أصبحت الآن تدرس في العالم الغربي لأنه وجدوا بأن هذه الطريقة هي التي جعلتهم يتقدمون هي التي جعلتهم يصلون إلى أعلى المراتب ويتفوقون علينا ويستعمرون أيضا بل ويضحكون علينا كما يعتقد هو أنه يحاربون الإسلام بالعكس أكثر دين قدم خدمات للغرب هو هذا الدين الإسلام الآن سوق مفتوح لكل منتجات العالم الغربي والعالم والصين أيضا سوق مفتوح تعال ارمي به وإن لا صناعة لا تجارة لا زراعة لا شيء ما لدينا فقط دين فهنا أفضل من هذا وهذا الدين يقول لك لا وهذا يقول لك لا يجب نرجع للدين الأصلي هذا ليس كافي هناك فساد يعني تخيل هو بدل ما يقول أنه الفساد هو سبب من أسباب النفاق الديني الدين هو منافق يعني الكائن المتدين هو كائن منافق والنفاق جزء من الدين يعني وهي ليس مثلبا المتدين يجب أن يكون منافقا لأنه الهدف هو الجماعة فالنفاق يفعل الأفائل حتى القتل الجريمة الصديق الكذب التراحم بين الأفراد يعني كل شيء هو الهدف الجماعة حتى عندما تعطف على أبيك وأمك هو أيضا وجار هو في صالح الجماعة عندما يكون في صغير ممكن أن تقتل أبيك مثل ما قتل أبو عبيد الجراع قتل أبيه وكثير قتلوا أولاد عمهم وأهلهم وقاربهم وقتل أمة وباركوا رجال الدين لم يعترضوا فبالتالي مسألة مش هذه التفاصيل هذه مجرد أسلحة للدفاع عن الدين لا أكثر ولا أقل حتى أختم أبارة جميلة من المتدين مفتاحه قفصه مش مشكلة ملك غيره يعني المفتاح المتدين ملك غير فعلا المتدين المخلص لدينه هو قربان يضحي به الحاكم بأمره الذي هو رجل دين عادة بكأينما يشعر مثل مثلا فرضا أبيل لادن انتوا روحوا ضحوا بلفسكم من أجل الدين والإسلام والجماعة يشعر عملات التحارير الدوائش أيضا قرابين يعني المتدين هو قربان رهن الإشارة وهي هاي هدفه ورصيد رجل الدين ما هو عدد المتدينين يعني يأخذون مليارات من الناس ويصرفون خمسة بالمئة من أتعالى الإعلان والدعاية والبروباقاندا مالته وكلما زاد عدد الأتباع مالته كلما زاد قوته لأن هؤلاء ورقة يلعب بها ولهذا الذي لديها تباع مليون واحد مثل القنابي مستعدين لأن يسمعون ما يقول بدون تفكير هو أصلا ما أدعو تفكير صفر هذا ورقة ورقة قوية ومجرد الحكومة الأردينية هو بالأرد نعتقد تتعامل معه لا يستطيع أن ينبس بكلمة يقول لك حرك لدولار المليون يحركوا كما يشاء ورقة فالدول الغربية بالعكس الإسلام السلسي قدم لها فائدة كبيرة جدا أنه هناك يعني الشعب بأكمله 20-30 مليون نسمة أو أكثر 5 أشخاص هم مسيطرين عليهم من رجال الذين تعال تفهم رجال الدولة أو قادر الدول العربية والمسلمة يأتي على 5 أم أو أمام واحد أحيانا يجي يقول لها الريد جهاد في سوريا طلع لك أمر جهاد وطلعت النص يعني فقال أنا أتعامل مع ملايين عندي شخص واحد هو يعني وق جعل الجميع يعيشون داخل قفص خاص من اختراعه وهي أتعامل مع رجال الدول الغربية نفس الشيء والهالس يشوف هم موجود الكبار والكبار لا يقتل مثلا السنوار في السنوار وهني يشوف راح الإيران وجه ينفض الدم وابتسامة يعني كان شيئا لم يكن مو مئة ألف واحد ماتوا وذكر إنما ولا علاقة وبالعكس الموجودين الآن يمدحونه ويقولون هذا مناظل وكبير وعظيم لأنه عايشين في هذا القفص وبالعكس عندما يشوفون هذا منتصر وقال أنا منتصر لا يرى الحقائق كما هي هذا النموذج التخفيص الذي يتحدث هو قفاص قفاص كبير ويتحدث بكل وضوح نحن انتصرنا أثبتنا أننا نستطيع والدولاك أيضا جماعة إيران ما شاء الله ما قصروا ياه أنت بطل والتعظيم وكذا هذا نفسه الآن 120 ألف ضحايا ولا أحد يسمعهم لا أحد يذهب لهذا الناس يسألهم ما هو رأيهم الداعات والفضائيات تتحدث فقط عن هذا الانتصار وعن أنه هذا صحيح هي قضية عادلة وإسرائيل أجرمت بحقهم وأقامت يعني نفذت عمليات عبادة جماعية حقيقة بمعنى الكلمة إجرام لا يصف لكن من فعل هذا من فعله هو التخفيص الديني هو اللي أدى على هذا المسألة كان ممكن مقاومة إسرائيل بطرق أخرى يعني إنت أنشئ إذا أنت تقاوم وحدك ليش تقاوم معك هي مو أكو منظمة التحرير والسلطة فلسطينية ليش ما تواحدون إذا كان مشروعكم ضد إسرائيل أشو أنتم ببناتكم موحد يأكل ثاني فبالتالي هي كما تقول رجال الدين أتم أتباع كل واحد جماعتي وجماعتهم فبالتالي الدين هو عامل تقسيم وتدمير للشعوب شكرا جزيلا وآسف علي طالب وأتمنى أنا حبيت بس أظهر لأنه صار فترة طويلة ما موجود لأسهل ظروف مادية شكرا جزيلا وأشكرا ومع السلام